المشاكل الفردية دولة اللبنانية عم تنهب الشعب اللبناني يومياً عم تقتل الشعب اللبناني يومياً عم تحجب عن الشعب اللبناني قدرت من يتطبب قدرت من يتعلم قدرت من يسافر أنا بدي عامي الباسبار ما في عن باسبار والطبقة السياسية بتجرب كتير دايماً ترجع على على الأرصاص خاص مثلاً بيجو بيقولولك لحني جددولنا انتخابياً لأ أنت جددولنا إنه انت ركبت القنون وانت عندك الاعلام وانت عندك القوة تقدر تسخف حيالها شبه معارضة بتخلق اكيد المسئولية بتجي اكتر نظامية من انه بتجي اكتر شخصية قدي عنا قدري تعمل كافراد بلبنان قدري تعمل كتير طائلة ما فيها حتى اسحب المصريات اللي اشتغلت فيهم من البنك يعني هيدا شي مش صاير تقريبا بولا بلد بالعالم ناس بتقولك الارجنتين وما الارجنتين الارجنتين صار عندهم تضخم بالعملة اشتركوا في القناة مرحبا تارنس بيرفوك بس للنس اللي ما بيرفوك فيك تخبرنا شوي عن خلفيتك وشتر اللي بتعملوه اسمي الارم خيبير عامل دكتورة بع علوم نيروساينز علوم العصاب الإدراكية وعندي كمان ماسترز بالعلم النفس السريري بشتغل بعديد مواضيع بعلم بالجامعة عندي العينيه التبعي وين بعمل علاج سريري وبشتغل عادة مواضيع الخيط الوصل اللي بيناتهم هو كيف نبني أراءنا وكيف نغير رأينا كيف كل واحد منا بيكتسب معرفة فيها تكون معرفة عن حالي مثلا مع الأشخاص بيجول على العلاج نشتغل على كيف بعرف شي عن حالي هل عندي كقابة هل أنا مبسوط هل الناس بتلاقيين حبوب هل عندي إرباك مع تلميزة بنشتغل على كيف نعرف شو نعرف عن علم النفس عن الدماغ كيف بيمشي الدماغ يمكن عم نتغلبت مرات بالعلم نتغلبت مجر عم نكتشف شي جديد كيف منعرف شو نعرف وبشتغل أكتر مع المجتمع العام على كيف منكتسب المعرفة كمواطنين أم كأشخاص كأفراد إن كان على مواضيع علمية المناخ الأطال الطعوم أما السياسة كيف واحد بيكون جمعية اجتماعية إن كانت حزب إن كان عمل مجمعية وكيف شو هن القصص اللي عايزة تكون موجودة حدا يغير رأيه لأنه مرات نغير رأينا ومرات من كفة ومنصير من رسخ الرأي اللي وجودنا فيه علما إنه كتير مرات رأينا كتير قليلتا نحن وتنكون بالمراهقة أما حياة العمر كتير مرات قراءنا بيلتسكوا على المجموعة الاجتماعية اللي نحن فيها بالحق مثلا الرأي بسياسة طبعا عائلتي أما طبعا المحيط طبعا أصدقائي بالمدرسة يعني أنا ما أخذتها الأرار كيف أنا فيه بليش بمكان الأمكاني ليش فيه أسخاص تجي بتقول أوكي أنا بدي غير رأيه أما بدي غير شخصيتي مثلا إذا مناخد حدا خجول أما حدا بغار ما حدا بيقول أنا أكبر لحكون حدا غير سيئة بتقول أنا بغار كيف فيه أنا أخذ قرار كيف فينا نعمل محمية بحرية ينقبلوا أما ينقبلوا من الشعب هل هيدا الشي منيح كيف نظام ديمقراطي نظام انتخابي صوري بيأثر على نتيج الانتخابات لأنه وين ينلعب يتأثر على اللعبة بس المرة جديدة الرابط بين كل هالأفكار هي كيف أنا بكتسب معرفة وكيف هالمعرفة اللي عم بكتسبها بتدخل بالمعرفة المسبقة اللي عندي إياها على أنا كيف بيعتبر العالم بيمشي وشو هن العوامل اللي لازم تكون موجودة تقدير غير رأيه ونحن هدي المعرفة اللي حنسأل عنها هاللوقتا نجاري بنفهم أكتر الواقع اللبناني بالستينات صرف فيه اختبار الهدف تبعه كان الاكتئاب المكتسب يعني عندما نقتنع أنه نحن ما فينا نعمل شي ونحن محشورين وشو ما عملنا ما فيه أي نفع وجدوى هل تعتبر أنه بلبنان وصلنا لهذا المستوى فيه أكيد فيه عدة عوامل بتدل على على اكتئاب مكتسب الاكتئاب المكتسب مش بس شو ما عملنا ما رح نوصل ما رح نجرب نعمل هالشي وكتير صعب واحد يفرق اكتئاب مكتسب وفينا كمين نسميه عجز مكتسب مرات من ما جرب لأنه بعرف ما فيه مثلا ما فيه يجيقول أنه حدا ما عم يجرب يحمل سيارة عنده عجز مكتسب لأنه عن جد ما بيدر يحمل سيارة بس فيه يقول حدا مثلا ما بده باي صويت لأن الانتخابات ما بتفيد لشي يمكن عنده عجز مكتسب بداي أسأله أنه فيه ناس مثلا ما بدا تصويت لأنه هيدا قرار سياسة فيه أنا كون ضد الانتخابات فيه مثلا مفكر فرنسا اسمه فرنسا بي قدو كاتب كتاب نسيت شو اسمو بس إنه شو تعمل نهار أحد انتخابات لأنه في فرنسا الانتخابات نهار الأحد هو لقاله منه عجز هو لقاله طرحه الإيديولوجيا هو إنه انتخابات ما بتفيد بس حدا بيقول لك أنا ما بصوت لأنه كلها تفنيسة يمكن هيدا عجز مكتسا حدا ما عم يعمل شي للغلوبال ورمينج لأنه شو إذا أنا مثلا لح أفرز النفايات طبعي لح قدير خلص الأقطاب هيدا عجز مكتسب إذا أنا بعلاقة مني بقى مبسوط فيها بقول شو هلأ أنا لح أترك عمري 20 سنة لح أترك وارجع لقي حدا تاني ما قاله معنا خلاص مش حرزيني بقى هيدا عجز مكتسب وإذا أنا ببلد نزم نرجع على سؤالك وبقول ما هيدا لبنان كأنه لبنان شي مرسخ لا يغير بولا طريقة أكيد هيدولي عوامل عجز مكتسب لأنه مثل ما شفنا آخر خمس سنين البنان كتير كتير تغير بس للأسف تغير بأتي جاه برك ما حدا مننا كن بدويا كل شي عم يتغير كل الوقت وقت يكون عنا آراء أنه أفعال اجتماعية والبلاد هني أفعال اجتماعية ما أنهن هني شي مش مثل صخرة أما مثل هالطاولة هني أفعال اجتماعية هي نظام تعمل شو المكونات تشكيل البرلمان الأوانين الأخلاق إلى آخره ونحن نعتبر أنه أشياء عمال اجتماعية صارت أصص منزلة ما بتتغير مثل جملة ما هيدا هيك لبنان كل حياته هيك هيك اللبنانية هيدولي من أنواع العجز المكتسب هون نحن عم نحكي عن شي جماعي ولا عن شي فردي الاثنين نحن حيوانات اجتماعية في دايما إياب وزهايب بين الشخص والجمعية يعني أنا هويته عندي هويته الفردية تكون من الهوية الجمعية الجماعة اللي أنا فيها وهويت الجماعة اللي أنا فيها تكون كمان من خلال هويته الفردية نحن معوادين بالعالم بالفيزيا بالكيميا إلى آخره نمشي بشي اسمه كوزالتي يعني مرحب كيف نترجم كوزالتي بس سبابية يعني ألف بسبب ب بسبب س س بسبب د د إلى آخره دماغنا ما بيمشي بطريقة سببية بيمشي ب كونسبت لح تسعبني كمان ترجمه اسمه feedback loop feedback loop هي يعني آ بيسبب ب بي بيسبب س بس بيسبب آ وبي بيسبب آ وس بيسبب ب يعني كل الوقت أصص عم تبرم على بعضها عم يصير فيه feedback loops هويتنا الفردية والاجتماعية بتشكل feedback loops مع هويتنا الجماعية بقى كل الوقت عم ينموا بعض عم ينموا بعض عم ينموا بعضه عم يتغير ومنشوفها مثلا ببعض الأحزاب السياسية بيكونوا مثلا بموقع وكم سنة بيصيروا بموقع تاني منه هيدا شي سبب منه باش سبب المناصرين أثروا على القيادة والقيادة أثر على المناصرين أكيد ب مقاييس كوة مختلفة مش نفس القوة عنده وبالشركات وكل المجموعات الاجتماعية طبع البشر هيك بتمشي يعني زي أنا مثلا بشركة بيجي مدير شركة جديدة فيه غير الهوية الجمعية تبع الشركة وله هتغير أنا كفرد كيف أنا بتعامل مع هالشركة أوكي لما تقول أنه بارت من شغلك هي تساعد الناس كيف بدون يغيروا حالهم هون يعني يعني كيف يعني أول شي هو شي ثابت لكل الناس يعني أو كل حدا بتاخده بكيس لحاله وقده هيدا الشي كمان بانطبق على السياسة هو بعض من اتنين ما فيه يقول لك الشخص يعني المثل اللي بحب أقوله هو أنه أنت شخص فريد مثل كل الأشخاص يعني كلنا يونيك مثل كلنا سوما لنا يونيك أكيد فيه شقة خاصة بالشخص بس كمان أنه ما عملت 12-12 سنة جامعة إذا ما فيه شي كمان مشترك لأشخاص إذا حدا مثلا عنده إرباك أنكزايتي عم حدا عنده كقابة ديبراشن وفيه عوام المشتركة على الكل وفيه عوام الشخصية من سردية حياته من هويته من محيطه من عائلته من أصحابه من طفولته من مراحقته من شغله أنا شغلت أول شي أيم مع الشخص وين بده يروح ليش بده يروح ليش بده يروح لأنه أنا عمل علاج عنا شغلتين عم جارب نعملون يا عم جارب نغير كيف الشخص البيتش دي طبعا عن اضطراب اسمه social anxiety مثل الارباك الاجتماعي بخاف أحكي قدام الناس لأنه أحكي مع الناس بتخيله أن الناس عم تقوله أنا شو عم بول شي بيزهق أم عاطل مع الأشخاص اللي حشتغل تنغير كيف دماغهم عم يحلل الواقع نشتغل تنصير مباعة عم نفكر الناس عم نفكر أنه أنا مجدوب مثلا بس كمان مرات العلاج هو شغلته يغير الواقع طبعا الشخص مش يغير تحليل هو للشخص مثلا إذا أنا بعلاقة مثلا تنقول أنا مرة بعلاقة وجوزة بعنفنة ما حاجة يشتغل بالعلاج مع الشخص أنه يغير التحليل وإقناع الشخص أنه لا التعنيف شي منيح لح يشتغل مع الشخص كيف يفل مثلا كيف يترك هالعلاقة بقى بدنا أول شي نقرر هل نحن عم نجري نغير الواقع هل نجري نغير التحليل طبعا الواقع وبعدين هنشوف وين هالشخص بده يروح وبعدين هنستعمل الأبحاث الموجودة لنشوف شو أكتر شي عنده أمل يوصل الشخص لهالمحل بالسياسة أكيد نفس الشي الفرق أنه بالعلاج الشخص الجاي يطلب منه وفيه أنوية فقط بينما بالعالم السياسة في كتير عوامل المرات عم تحارب طبعا ما تقدر توصل لما تدك توصل إذا أنا مثلا بدي أجي أفرض ما بعرف أنه أنا تنقول بيعتبر أن العلمانية شي منيح إذا كنت بعلاج مع شخص في أنا وياه لحالنا وبعدين هو يشوف كيف يواجه العالم إذا كنت بموضوع سياسي وأنا مثلا عم روج للعلمانية يمكن مش يمكن أكيد لحيكون فيه أشخاص لحيتهجموا اللي حيهجموني اللي حيجربوا هني كمان بطريقة مكسفة مرات أنه ما يخلوني وصل لهالمحل سوفي عوامل كمان تصادم يلي هو لازم يكون اللي قاش العام نجرب نقنع بعض نجرب هيدا المشكلة بلبنان وين بصير الوضع بلبنان غير عن وضع تنقول بمحيط أكتر سليم هو أنه اللعبة بلبنان من لعبة مزبوطة يعني من لعبة من لعبة لعبة مزورة مشكلتنا جماعية أو فردية مشكلتنا اثنين ما فينا نفرق الجماعة والفردية أنا بكتب كمان كتب وكتاب التاني اللي عم بكتبه هلأ ماخر عليه كتاب التالي اللي عم بكتبه هلأ هو عن ليش الفصل بين الدماغ والجسد والمحيط هو شي غلط لازم داي نفكر بها الفيت باكلوب إنه الشخص والجماعة والمجتمع أما الجماعي اللي أنا هي دايما عمين تطعمه بعض إذا بتجري بتغير شخص بتحمله المسئولية بتكون عم تعمل خطأ لأن عم تحمل مسئولية شخص بقى عم ببرر وتبرق المجتمع وإذا بتجري بس تحكي عن المجتمع بتكون عم تبرق الأشخاص بدك حسب المواضيع تشوف شو عند نرجع هن تفكري مقاييس القوة حسب مقاييس القوة بدك تقرر هل أنا لازم يشتغل على الشخص مثلا إذا بنحكي عن global warming أكيد المشكلة هي أكتر جمعية من فردية لأنه أبل عم يصنع مليار تليفون بالسنة أنا بوقف ياخد كيس بلاستيك مرحي ما حتك يقدر أفرق أعمل الفرق بس مرات كمان وقت الانتخابات مثلا فيكون عندك أكتر عوامل شخصية لأن كل شخص هو اللي عم يصوت بس في كمان عوامل جمعية لأنه شو عم يشوف على الأعلام كيف إنهم الانتخابات مثلا أنا عندي انتخابة مثلا اللي عنا مع الصوت تفضيل وين عم بجبر كمان ناس جوية اللي يصير ضد بعض ما في أنا أجل ولحق عن ناخب ولحق كمان على الانوان كل نقطة لازم نلاقي أي منسبب بالفرنسي نيفو explicative يعني على أي محل من السلم أنا لازم نلاقي التحليل طبعي في بعض العوامل المرات يحللون على الطابق طابق الجسدي يعني مثلا كسرت ايده مشكلته هي بايده مرات فيكون على صعيد الشخصي عم سوق سكران حق علي مرات فيكون على صعيد الاجتماعي وقتا نغلبت بأي لفل كراءة نحن عم نستعمل ساعتا من نعمل كراءة خاطئة على الوضع المشكلة إنه لبنان كتير مرات نستعمل الكراءة الفردية لمشاكل كتير أكتر جمعية وهيدا الموضوع مشتغل عليها حاليا كيف نلاقي أي درجة هي أحسن درجة تفسيرية لموضوع من رائعه لأنه مرات في حد يجي إلي مثلا مبعف أنا سأعطيكم مسأل موجود كتير بالمجتمع هو أن الناس عندها على موارد دوبامين بالدماغ وعبدون يفسروا بيهيفير من على الدرجة هي الدماغ وصيدا شيخ غلط نحن مندرس نيروسائنس منعرف أنه إذا أنت أديكت على فيسبوك مش بس موارد دوبامين تبعك الدوبامين شي ما خصه تقريبا خصه عامل عامل ضئيل الفرق هو إذا أنا مثلا عندي ولد مراهق عمره 15-16 سنة كل أصحابه عميز رأسي العامل الاجتماعي والبراشر الاجتماعي إذا أنت ما بتحضر نتفلكس لأنه ما بدك تنفع نتفلكس كل الناس عم تحكي عن آخر مسلسل نتفلكس عندها كلفة اجتماعية بقى كتير مهم نعرف نحن على أي نقطة من هالنقاط بين الجسد الشخص الدماغ المجتمع جروب الأصحاب الحزب الوطن مرات ما بعرف الاتحاد تبع الدول العربية مرات على كوكب آس على قرية آسيا أم على كوكب الأرض لسوأ أنا أعرف وين بدي اتطلع تكون معا بعمل غلطة من الأساس نحمل المسؤولية على الدرجة الخاطئة للمشكلة اللي بدي حلة كيف نقرأ الواقع اللبناني الواقع اللبناني لقالي أكترية المشاكل اللي عنا هي مشاكل نظامية كتير للمشاكل الفردية لقلب أنا عندي مشكلة كتير كبيرة وأتنقول مثلا وين الشعب اللبناني الشعب اللبناني ما عم يعمل شي عم يعمل كتير قصص الشعب اللبناني عم يعنف يوميا عم ينقطل يوميا عم ينهب يوميا وفي ناس عم ينهبوه يعني أنا هلأ الجملة اللي قلت غلط وتقول عم ينهب كأنه أنا بيتذكره القواعد كأنه فعل مجهول بس لا الدولة اللبنانية عم تنهب الشعب اللبناني يوميا عم تقتل الشعب اللبناني يوميا عم تحجب عن الشعب اللبناني قدرت من يتطبب قدرت من يتعلم قدرت من يسافر أنا بدأ عمي الباسبار ما في عن الباسبار بقى كتير كبت القانون وانت عندك الاعلام وانت عندك القوة تقدر تسخف حيالها شبه معارضة بتخلق أكيد المسئولية بتجي أكتر نظامية من أنه بتجي أكتر شخصية قدرت عمي كأفراد بلبنان قدرت عمي كتير طائلة ما فيها حتى أسحب المصريات اللي اشتغلت فيهم من البنك يعني هيته شي مش صغير فيهم ياخدون والناس ما عم يعملوا شي عملوا كيف ما عملوا شي نزلوا تقوصوا تهجروا تأتلوا بالآخر انت ما فيك تطلب من حدا سوري بس ما نزلوا ولا مرة كرميل مصرياتهم لما كانوا عم يتأتلوا كان 17-20 بعد ما كان في أزمة المصاريخ بلشيت معه صار في طضة تضاخم وبعد نصر عندك انفجار شبه ومصرياته بالبنك وما قدروا عم يستشفى مصرياته بالبنك هيدا فعليا عنده عجز مكتسب لانه جرى بينزل مرة ومرتين وثلاثة واربعة وتأوص علي وأكل خبيط مش كلهم يلي ما نزل شاف على التليفزيون بقى عم يكل خبيط وقد ما تنسى في تخوين بينزلوا الناس طي يسكروا طريق بيقولوا اه هيدول جماعة الكتيب بطريقة نظامية نظامية مش النظام سيسي نظامية يعني سيستاميك طريقة كل هالمعطيات عندك الشخص عندك المجموعة عندك الاعلام عندك القوانين عندك الدولة عندك الادرات الميلية عندك الادرات العسكرية يقدروا هن يقوصوا عليك انت ما فيك تقوص عليهم etc وانت تطلع كل هالعوامل لتلاحس انه الفرد هو نقطة ببحر العوامل الموجودة يعني انا مثلا تعنوني أنا نزلت اتظاهر إذا الـ LBC بتقرر تعمل مسلسل مع مرسل غانم يعظم شخصين هو عارف لحي يسكنوا بيسخفوا الموضوع وهو رح يستسطي عملون مثل أطفال يعني إذا كان في أشخاص عم تحضر هالمسلسل وفي عندك فوق العشرين ألف، ثلاثين ألف، مئة ألف ما بعرف أدي بيعمل مشاهدين مرسل غانم بس إنه بتخيل أكتر توكشو في لبنان بيعمل مشاهدين عم يشوف هالشي ما حيتحمسوا ينزلوا بينما تخيل إنه إنت عندك ناس نزلوا ونقيد إنت أشخاص على واع على وعي من شو عم يصير وإنت جبتهم وحطيتهم على نفس المسلسل مع شخص ما إنه مأجور مثل مرسل غانم خليهن يحكوا بطريقة واضحة شو بيعرفك إنه ما حينزل المليونين وراهم ضغرب تك ما فيك تفكر إنه نحنا بس مخيرين إنه عنا free will نحنا مخيرين ومسيرين حسب الوضع لأنه بدك تحسب شي بالفرنسي كمان سوريا عم بستعان مرات مصطلحات إجنبية بس ما بحب بس شو دي عامل عندهم شي اسمه مغجد منفخ قدي إنت عندك هامش خطو هامش خطو عمل قدي إنت فيك تعمل بهامش العمل طبعك هالهامش العمل منه دايما كتير في ممكن أنا هامش الحمل طبعي شو دي أتعشى الليلة كتير أه فيه أرير روح بدي أكل شو ما بديه الموجود بلبنان بس مرات أنا ما عندي هامش عمل كتير كبير إذا أنا مثلا ما معي أمشي وتأنزل اتزاهر لح ما يدفع لي معاش المدير طبعي لأن المدير طبعي محسوب على المنظومة وقال ياللي بينزل لأنه فيه شرك قاله ياللي بينزل بيتزاهر باي باي وما بقعد فيه أنا طعمي ولادي هامش العمل طبعي إنت بتكون عم تخطأ بحقه إذا أنا بدي روح صوت وأنا بمدرستة مأجورة كمان على حد عم حسابي بالبنك مأجور على مبعث الصحناوي والصحناوي شقفة من المنظومة وبعرف إنه إذا أنا بروح ما بصوت له اللي حيمكن ابني ما يقدر يروح على المدرسة يا جماعة تجي ما فيك تجي تقول إي مشكلتك لأنه ما فيك تطلب من شخص يحمل عبق مجتمع مش ناكد التنظيم الاجتماعي والتنظيم المجموعاتي بيصير كتير مهم بس تقدر تخلق تنظيم بده يكون عندك مثلا فيزيبيليتة كل الناس فيهم تلاقيك في لبنان مثلا في تعتيم إعلامة تام ما هذا في يلاقيك لأنه ما عندك تلفزيون يقيك بأي معنى يسمع يشوفك بس تنوجد تخيل مثلا نحن هلا تنقول في حال للمجاعة بالعالم ما حدا بيعرف فيها كان من موجود إذا بكرة في مجموعة فيها تحل كل مشكلة اللبنان والوسائل الإعلام يلي هنم مأجورين مرة تانية ما بيصلت الضوء عليها ما حدا بيعرف فيها ما فيك تجي تلوم الشخص إنه ليه أنت محلات المشكلة وعندك الحل ما في وصول للحل ما في وصول للحل لأنه ما بتعرف بوجوده كيف بدك تعرف توصع أحد في باحث اسمه اليازر يوتكوسكي كتب كتاب بالانجليز اسمه بيحكي عن شو هن العوامل النظامية اللي لازم تكون موجودة تيصير فيه أنهيار اجتماعي يعني مش كيف ترابكي بيحكي عن ثلاث مواضيع أول موضوع وله حتلاحظ أنه باللبنان للأسف نحن منراكم لثلاث مواضيع أول موضوع هو إذا الأشخاص يلي بتاخد القرار ما عندها حوافز تاخد القرار القرارات المنيحة لأكترية الشعب بيسمي هذا الكونسب سكين ان دي جيم يعني إذا أنت ما عندك شي تخسره سوري في ناقش بهذه شوي أوكي ليه بي رأيك عندنا ناس لازم ياخدوا قرارات منيحة مشان استمراريتهم وهن ما عندهم حافز بالعكس يعني نحن اليوم بأزمة اقتصادية مثلا بتشوف كتل سياسية مش عم بتناقش الخطة الميلي أو خطة نهود اقتصادية أو خطة معالجة يعني يعني هيدا كيف يمكن تفسير ما عندهم سكين ان دي جيم بس هيدا الشيء عم يقضي عليه لا ما عم يقضي عليه بالعكس هيدا الشيء عم يقوي لأنه بنرجع على نقطة أول نقطة سكين ان دي جيم إذا أنت ما عندك سكين ان دي جيم لحتيك إجزامر كتير سخيف أنا وزير الصحة المستشفيات عم تنهار أوكي بس أنا إذا حدا من عائلتي مريد أنا وزير الصحة فيه دبر له تاخد أحسن أحسن أطبا بالبلد ليه بدي حسن المستشفيات ما عندي سكين ان دي جيم يعني أنا سيقاتك مثل تاني أنا اسمينا به بري كنت عم بستفيد من هذه الدولة توظف وتخدم وتعامل كل هيدا الشيء نهارة هيدا الدولة أنا بطلت قدر وظف بطلت قدر اخدوم إذا شعبيتي كانت مثلا 40% أو بالانتخابات حفظ على الرقم نفسه بس حماسة الناس لإليه تراجعت لورا كل الإشاة التي عنديها بطل عنديها إذا أنا وزير صحة بدي أرجع بطلت قدر فوت كل اللي جمعته إذا أنا لأنه نبيه بري حطه محل وزير الصحة عبطلت قدر فوت كل جمعته على المستشفيات فشو اللي بيخليه يضال عم يتفرج ما يقول أنا كيف بدي أنقذ الوضع تأنقذ جمعته تأنقذ حالي لأنه ما عم يخسر برقمه ما أنت أحتيت الجواب بسؤالك لأنه أنت عم تروح من الأساس تفكيرك هو أنه عم يخسر شيء وسهو عم يخسر تقريباً ماشي بالنسبة لأقدي ربح لأقدي بعضه عم يربح وقدي له حيخسر أكتر إذا عن جد بيعمل شيء لأنه تنعمل شيء يا أما بدك تضبط الدولة وهو مبني على الفساد طبع الدولة لحيخسر كتير أكتر يعني إذا هلأ هو كان تنعمل هو يدري يوظيف 100 شخص مع الانهيار سعم يدري يوظيف 50 إذا بيحسن الوضع ربما يدري يوظيف صفر يعني التافع أكتر لأله ما عنده شيء يخسر وما أنه عم يحط يعني ما عم بدفع من جلتة يعني القرارات اللي بيخدون ما بيأسروا علي نجيب مئاتي مثلا أغنى إنسان في لبنان عنده 2.3 مليار دولار مليار تخيل ما يغنى ما بيفهم منيح الأرقام للمستمعين بس لأنه كير مرات نفكر أنه مليونير وملياردار رابع بعض بينما مليونير كيرا رابع على زلم ما معه يمشي من ملياردار فبس لأنه لنفهم الوضع لحعملكم أنا سؤال لحسلكم أنا سؤال 11 سوري مليار مليون سانية مليون سانية في 11 نهار أدي أو برأيك مليار سانية ولا ما تحسبون تقريبا مليار سانية أدي بس نفهم الفرق بين مليون ومليار ثم مليار على مليون أدي بتطلع ولا ما تحسبون هيك تقريبا أنت بطريقة عفوية عفوية أدي بتقولك إذا مليون سانية أول رقم بكبه يعني 111 سنة 33 سنة بس أوك مش بس مليون 11 نهار 11 يوم إلى 13 و 13 سنة مليون سانية 11 يوم مليار سانية 33 سنة يعني حدا معه مليون مليون ما معه شي بالنسبة حدا معه مليون في عيش 11 يوم في عيش 33 سنة نجيب مئاتي عنده 2.3 مليار دولار وستطيع نستوعب لهيدا ما بيتخطى حل عن معاشه يعني هو رئيس وزراء ما بيتخطى حل عن معاشه يعني معاشه كانه أنت عم بعطيك ليرة وأنت معك 100 دولار وأكتر حتى يعني فينا نروح له شيء طبقه كيف بتفسر أنه اللي بيكون معه 2.3 مليار بيضل بده ياخد معاشه مش فرقيني معه أنا لازال أنا لقلي مش فرقيني معه أنه معه 2.3 مليار لا مش فرقيني معه أنه البلد منهار ما نفرقيني معه أنا لقلي عندي اقتناع بصميمة أنه الطبقة السياسية المنينية وعم بحكي عن المعطيات مش أنه هيدا رأي عن المعطيات زي بنطلع على أفعالهم مش على أكوالهم على أفعالهم آخر همهم آخر همهم الشعب بطريقة يعني لأنه الشعب رجع صوتهم يعني لو الشعب ما عطينا أصواته الشعب ما بخاف معهم يعني هو النظام الديمقراطي زي ما نحكي شوي شي الديمقراطية النظام الديمقراطي هو لازم يكون الشعب لأنه كتير صعب تنسيق أربع مليون شخص بيصوت لناس مفروض يمثلوا يمثلوا أفكاره تيكون فيه نسبة ربريزنتاتيفيتان أنا عم بيتمثلوا كل الأفكار بالبرلمة بلبنان بالمرة نحنا مش هيك منمشي نحنا منمشي على زعامات الزعيم مو بيقرر والشعب بيقرر يلحق الفكرة اللي عطايا الزعيم يعني ما بقى الشعب عنده أفكار والزعام بيمثله هالفكرة صار الزعيم عنده فكرة والشعب بيلحق الفكرة طبعه يلي هو عكس كليا كيف لازم يمشي الديمقراطية مش نيك نحنا المؤسسات طبعنا ديمقراطية بس بالفعل نحنا بطريقة أكتر مونرشية يعني بيطلع ميشيل عون بيقولون حزب الله ما بيسوه بيقوله اوكي بيرجع بيطلع ميشيل عون بيقولون لأ حزب الله صاروا بيسوه هلأ بيقولوله اوكي ما بقى ميشيل عون عم يمثل الأشخاص يلي بيعتبروا انهم حزب الله مناحة حزب الله مش مناحة ما بقى عندك هالتمثيلية الديمقراطية وزع بنرجع على فكرة الـ skin in the game وزع بتطلع على الأفعال طبعه ما عنده skin in the game يعني نبيه بري خلاص وصل الشبكة طبعه عنده صار بكل كوكب الأرض يعني منه فرقاني معه اذا الشعب اللبناني عم يموت جوع هو بس بدي يعمل تنفيسات تدلك انت معبش فيه وانت ليه بتدلك معبش فيه لانه بغي ما خسر بالانتخابات لأنه هو بيتحكم بوسائل المعرفة كيف انت بدك تعرف شوه نجد زيب نرجع على ثلاث نقطة عيوت كوسكي اول نقطة هي انه الشخص اللي عم يقرر يعني الزعمة ما عنده حافز يعني القرارات اللي بيخدون ما بيتأثروا فيهم يعني مثلا صار في انهيار للنظام المصرفي بلبنان السياسية ما تأثروا فيهم يعني هلأ مئاتي بدو يسحب مصاري بيقدر براهيم كنعان قبل بليلة من الانهيار كان على التليفزيون قالوا له كيف الليرة قال لهم الليرة بألف خير هو بلجنة اللجنة المالية هو على اللجنة يعني هو عارف اذا بتطلع على الأرقام قدي تحول مصاري بأيلول كل الطبقة السياسية شي عم يحول مئة ألف شي عم يحول مليون شي عم يحول ثلاث مليون شي عم يحول يعني أول نقطة هنه انه هنه ما بيتأثروا بالواقع الوطني طبعنا هنه عايشين فوقنا اتنين اتنين شي اسمه asymmetric information يعني المعلومات ما بتفش ما بتفش بالمجتمع لكل الناس وهن نرجع على الإعلام يعني إذا حدا عنده حل للبلد ما فيه يوصل هالحل لكل الناس لأنه النظام بيتحكم بأسليب كيف تفش المعلومات نحكي عن سوشال ميديا وفيسبوك ومدري شو مننسى أنه أكتريت الشعب اللبناني أهلي يمكن أهلكون عم يحضر تليفزيون ما عم يروحوا على تويتر عنا الجيلة جديد على تويتر أكتريت الناس على التليفزيون بقى المعلومات ما بتروح بطريقة بقى ما عندك ملعب متجاسم إذا أنا عندي إذا أنا إذا أنا القوات في حط بيلبورتز على الطريق من البترون لجل الديب اللي بعد أكتر على الدورة بمصاري حتى البلد منهار بمليون مليون 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 أنا اشتغلت بالانتخابات آخر الانتخابات البيلبورت بالمثل كان حقو شي 25 ألف دولار فرش الليستة الانديبندن بالمثل قدرنا نحط بيلبورت واحد بينما القوات قدروا يدرزوا كل المثل بيلبورتز بسو عندك asymmetric information يعني هني بقدروا يوصلوا الرسالة تابعونه أنا لأ لأنه ما عنا قوانين احترام التنوعية الإعلامية وإذا عندك إياها بيعزمك مارسل غانم بتحكي بيتمسخر عليك بيلون للجمهور يتضحكوا وبتطلع أنت من هون مفكر حالك أنه أنت ورايح توصل رسالة من خلالك للناخب أنت بتنسى أنه فيه فيلتر اسمه مارسل غانم أنت بتحكي مارسل غانم بيحور شو أنت قلت ببيخه وبيوصله للشعب asymmetric information وتاني نقطة هي تقدر تعمل أنت coordination إذا في حال ندرنا على coordination تنطبه ما فينا نعمل هالشي لأنه ما عندك القدرة تطبق حياة لتغيير لأنه مثلا فيه قرية نبيهبري يسكر البرلماء كيف أنت بدك تشرع وقت المشرع مسكر الباب كيف أنت بدك تعمل سلطة تنفيذية وقت بالسلطة التنفيذية عندك الموالات والمعارضة مثلا نحن اخترعنا اختراعين ما معقول يكونوا موجودين بنظام ديمقراطي ومرة جديدة أنا عم بحكي كعلم نفسه كحكيم بالعلم العاصماني عم بحكي من منطق سياسي عم بحكي من منطق كيف البشر فيهم يتعاونه مع بعض الديمقراطية هو السيستام زي ما نفكر كالطريقة نظامية موجود على أنه عندك أربع سلطات بما ثلاث سلطات مفروض يكونوا هنه مثل بيحكموا بعض عندك السنطة التنفيذية السلطة التشريعية والزبدك الرئاسة باللبنان اختراعنا شغلتين بتخلي أنه السيستام ما عنده ولا أمل يمشي أول شغلة هي التحالف الانتخابي الغير سياسي يعني أنا وياك مش متفقين على وجهة نظر للمجتمع بس نتحالف سوا تنربح وبعدين قال بنختلف بالبرلم اللي هو شي ما فيك تعامل مانو بقى مرة جديدة الديمقراطية شغلتها تمسي الأراء موجودة بالمجتمع كيف عم نمسي الأراء موجودة بالمجتمع مش بقى من السلطة التشريعية من داخل السلطة التنفيذية يعني بتشوف مثلا القوات يقولك اين احنا بالحكومة عم نغيرها من الداخل ما ما فيك شغلتك تحاسي بالحكومة من البرلمان اذا انت فت بالحكومة منك بقى معارضة انت صرت مويلات اخترعوا هيدا الابتكار لا ديمقراطي انه انا فيه يفوت بالنزاء بالسلطة التنفيذية وخردي السلطة التنفيذية من جوه ما فيك فالبقى نفهم منك انه التغيير من الداخل هو منه شي انت بتأمين فيه من الداخل حسب اذا انت بقى تقوله انت نزام ديمقراطي التغيير بده يجي من السلطة التشريعية يعني من البرلمان تحاسي بالسلطة التنفيذية الحكومة وتجرب تقوله تعمل حكومة تاني بس ما فيك انت تجي تقول انا معارض لحزب الله مثلا وانا بالحكومة مع حزب الله ما فيك تجي تقول انا ضد القوات وانا بالحكومة مع القوات فيك تقول انت ضد القوات وبالبرلمان مع القوات وبتكون انت معارض فيك تكون انت ضد حزب الله بالبرلمان مع حزب الله كمعارض بس إذا أنت فتت على سلطة تنفيذية مع شخص إذا أنت عم تعتبر حالك بنظام ديمقراطي أنت حلفة لأن النظام التنفيذي الحكومة شغلتها يكون عندها برنامج حكومة تعرضه على البرلمان بتاخد السئة وبعدين بتنفذه يعني هيدا لازم يكون جروب متجانس ما في بتعمل حكومة مش متجانسة ما بقى السيستام ما بقى بيمشي يعني كأنا عامل لك لحن أعمل في ماتش فوتبول أنا وياك بنفس الفريق بسنا هنلعب ضد بعض حكومة وفاق وطني منه شي منه شي ديمقراطي مش موجودة بطريقة ديمقراطية إلا وقات الحرب مثلا بيعملوا مرات الوفاء الوطني مثلا تشيل أزمة كبيرة بس نحن هيدا الوضع العام تطلع الحكومات المتتالية ليه 17-20 خافت تقول أنه نحن عنا مشكلة نظام وتعون بلش من الأساس ما بعرف إذا خافت مين أمين خاف كتير ناس ألو أحكيت بكتير شعرات نحن عنا أزمة نظام مش أزمة يعني عنا أزمة بكل هذا المفهوم بتخيل كتير ناس حكيوا أنه عنا أزمة نظام منشان هيك مثلا كتير مرات ما كان عم يقبل الثورة تسمي مثلا زعمة لأنه كان عم يقول المشكلة مش الأشخاص المشكلة هو النظام حسب مين المشكلة أنه مثلا الثورة 17-20 منا متجانسة لأنه كل التحركات الكونتستاتير كل التحركات اللي كانوا ضد شي ما فيهن يكونوا متجانسين لأنه هن متفقين أنه هن ضد النظام ما أنهن متفقين هن مع شو هيدا بيجي بعدان بس وين بنرجع على كيف الأعلام بيخون الأعلام صار يقوله طب أنت شو بتقترحه أنا مش شغلتي أقترح أنا شغلتي يقوله أنا مني بالسلطة بدك تعرف شو أنا بقترح فيلو من برلمو ما أعطيني 128 من نايم وبيقول لك شو بقترح بس ما فيك تيجي تقولي أنت شو بتقترح تتزركني وأنا ما عندي لإدرك كأنه أنا حكيم بس لحظة لحظة بس أنه وين في حدا بيفل من البرلمان وبيعطيك 128 تعملك ما حدا لا تروح لعند الناس بيعطوك 128 بدي يروح عند الناس بدي يكون يقدر أصل لهم بس لعند الناس يعطوك 128 بديك تقول لهم شو بدك تعمل ما فيك تقول لهم أنا بدي يجي بعدين بتعطونا هيدا بيصير وقتها وقت الانتخابات وقت الانتخابات نزلوا لوائح وقالوا شو بيعطوك بس الفرق هو بنرجع على هالنقطة هو أنه العوامل ولكوه وقت الانتخابات من نفسهم يعني أنا ما قدرت وصل رسالتي لأنه ما قدرت حط بيلبورد على الطريق ما قدرت أطلع على التلفزيون ما كان عندي 24 ساعة لـ 24 أعليم عم تخبر عني ما كان الانتخابية كلها النفس الانتخابي النفس الانتخابي من القوانين لأصص تانية موضوع من نفس الناس ليه تاني بالسلطان هيدا عمله بالضبط بالضبط بقى وقتها مثلا كأنه أنا بيجي بقللك أنت مثلا مريض وأنا حكيم بيجي بقللك أنه أنت عم يجعك راسي وقللك لأ عم توجعك ركبتك قلت لي لأ عم يجعني راسي بقللك تفضل أنت حكي بحالك خي لأ ما فيك تجي تقول لي هيك يعني صار ونجي للناس يقولون له لو واحد مثلا عم يتظاهر شو بتقترح خي أنا ماني عامل علوم سياسية أنا بعرف أنه دولته نهبتني جربيت تقتلني فجرتني ما عم بدر أتحكم المشكلة هي هيا بنرجع على النقطة الكتابول عابل يعني حطينا المسئولية على الشخص بينما اللعبة مزورة شو رأيك اليوم بالـ 12 الـ 12 نيب تغييري خلال من بعد سنة لقالي ما لازم نحطه من نفس المجموعة لأنه ما عنده مرة جديدة لازم نرجع على الفكرة كيف بيمشي كيف مفروض تمشي ديمقراطية ديمقراطية مفروض تمشي على تمثيل أفكار هيدول 12 نيب ما بيمثلوا نفس الأفكار ما فيك تقارين حدا مثل إبراهيم نيمني اللي عزمته يلي عندي كل التقدير لقاله وما بعرف ملحم خلف يلي عنده غير تفكير كليا عن إبراهيم نيمني ولقالي ها مرة جديدة قوة النظام قوة النظام إنه لأنه فيهم يفرضوا السرديات يلي بدهم لأنه هن عندهم أبواك السلطة اللي هن الأنظمة الميديا الأوانين أتساترا أتساترا قدروا يخلقوا مجموعة اجتماعية وهمية اسمها الـ 12 نايب تبعدين يتهجموا عليها بطريقة أسهل ويقولوا ليكوا أنتم مش متفقين مع بعض بس هالـ 12 نايب ما كانوا عن نفس الليستة هالـ 12 نايب ما عندهم نفس البرنامج المشترك هالـ 12 نايب ما بمثله نفس الأشخاص بقى فيك تقول لي أنت شو رأيك بها الأشخاص بقى لك سألوى إبراهيم نايب نبعتبر عمي عميل شغل كتير يمكن حدا تاني مش شغلتي هون إجي أعطي نقاط ماني عالم سياسة مرة تاني بس كمواطن في بعض النواب بعتبر عمي على شغل منيح بعضهم أقل بس أكيد بفضي هالـ 12 نايب على الـ 122 البقاية أنا في شي دايما بيصدف بس بهم لكم غلطة غلطة حسابات 116 في شي بيضل يعني ليش ليش كوى السلطة يعني من أي حزب بيكونوا بيحبوا بعضهم أو متجنسين أو عندهم غيري على بعضهم الكوى التغييرية الطابع العام عندهم نفور من بعضهم يعني لو واحد يقدر يجمع مجموعتين بده جهد هائل ليه بتقديرك لا عديد أسباب هيدا شي من دارسينه كتير مرات بالـ بالـ cognitive science أول أول نقطة هي شي اسمه النقاء الفكرة إنه أنت وقت تكون عم تخلق مجموعة جديدة بتكون بقى تكون كتير ناقي بقى ما بتقبل حيال لحدها بزيح عن زيح في انحييزات فكرية منسميهم in-group وout-group bias ال-in-group اللي هو المجموعة اللي انت فيها والout-group المجموعة الخارج فيها بال-in-group منكون كتير أقسى مع الأشخاص بالمجموعة طبعنا يعني تخيل مثلا نحنا هون مجموعة vegan من أكل لحمة أنا وياك وياك ثلاثتنا نحنا vegan إذا بتشوفوني جاية مع بيرجر تنهو تحتعصب مني كتير أكتر منه إذا بتروح عالبيت بتشوف بيك عم يأكل بيرجر لأنه بتعتبر أنت بما أنه أنا من يمك لازم يكون عندك standard كتير أعلى علي ولحد دين ما توصل على النقاء وين بتصير كتير أقسى معي من شخص أنت ما بتتفق معه وهي دفخ كتير موجود منشوفه دايما وفيه طرقات للنفسه وعم نشتغل مع المشموعات تنجرب ننفس النقاء بلا ما يصير فيه تخوين القضية تخون القضية طبعا ها أول نقطة تاني نقطة الأحزاب السياسية الموجودة عندها أدام أدام يعني صار عندهم وقت يترسخه النظام الداخلي طبعا حزب الوات مرسخ أنه سمير جعجع هو الرئيس حزب الله مرسخ أمل مرسخ الكتاب مرسخين ما تنسى أنه أكترية هالأحزاب أنه أحزاب يا إقطعية يا أحزاب بتوريد سياسة بقى عندهم ما عندهم نفس التفاكم اللي منلئي بالمجموعات الجداد ما تنسى أكترية هالأحزاب يعني ما عندهم بعض نظام داخلي ما عندهم لجان ما عندهم كل هالقصص لأنه ما بيعرفوا كيف لأنه بعضهم جداد سهيدا شي طبيعي بقى عم نجرب نحاسب بطريقة تانية وثالث نقطة هي أنه بيخزوه فيه يعني مثلا بتكون أنت بتخلق مجموعة بتشوف أنه إجا حدا جراب بيسحبك عغير مجموعة وجراب حدا يرشيك جراب حدا يبرتلك جراب حدا يدفع لك بس ولي مش من ضمن المعادلة السياسية بلا أكيد ميجي واحد بيسحبك بلا أكيد وبالدوقت أنه بالدوقت ننسى نحنا أنه ما بعرف الثورة الفرنسية أخذت مئة سنة بعد ما أعطشوا راس الملك تيصير عنده النظام برنماني أم تنسوها ثورة فرنسية بعد ما بعد ما خلصت الثورة ولا مرة فيك تسمي ثورة هي وعم تصير لقال إن نسمي نحنا الثورة أنا ما راح نقعد ناقش معكم عليش بسمنى ثورة لأن الثورة تحكم عليها وعلى ما تخلص ونحنا ما نخلص شي سوري ألبير لأنا بس سبقنا الوقت فابدنا نسريع بديسألك هيك ثلاثة إشياء سريعين كتير يلا شو قصة التعميم بمجتمع اللبناني كيف في واحد يتجوز يعني هيدا الميل الدائم للتعميم كمان أو من وين جاي هايدي السرعة بالطميت وما أنك حكيت هلأ عن ثورة فرنسية وبين وجودك بين هون وبين أوروبا شو الفرق الرئيسي بين المجتمع اللبناني والمجتمع الأوروبا بدأك تجرب بتقلي هون ثلاثتهم بسرعة هائلة أول شي التعميم بسهل منفوض بالتفاصيل وعادة مثل بيقولي بالإنجليز الشيطان بالتفاصيل إذا أنت فيك كل الوقت تتعميم بتسطح الأمور وإذا بتسطح الأمور كتير أهيان تعملهم بطريقة ازدواجية نحن الأوادي مهنة ما خلونا نحن ما بنسوى أنه كل السياسي في لبنان كتير خير الله ضد الفساد وكلهم بدهم ازدهار لبنان وكلهم عم يخزوا أبرا بنه التنمية شي تاني الستيريو تايبين أساسا كمان كلهم يعني كلهم كان فيها تعميم كان بتسهل ما نفوض بالتفاصيل والحدد من السرعة أكيد لأنه كمان مرات ما عندك القوة تقدر تفوت بالتفاصيل وإذا عندك شي عم ينهار بدك تعميم أكتر أكيد يعني إذا فيه نايب ظلمته أنه شو أدي أعمل أدي أبدا أظلم إذا كل شي وتنحكي عن سيستامك وتنحكي مثلا أنه فيه عنصرية نظامية مش عم نقول أنه كل الناس عنصريين عم نقول بس أنه عامة إذا أنت شخص مثلا أسود بأمريكا أو بلبنان لحي أعتبروك يمكن عامل منزلي وما حي خلوك تفوت على البحر يمكن فيه بحر شي محال عم يستقبل عملات وعاملين المنازل بس أنه هالشخص بده للأسف لأنه نطفوقه ويدافع عن حاله وبعدين تنكون خلصناك الباقي المشكلة ستيريو تايبينج أساسة هو عنده هدف evolutionary لنعيش كفصيلة أنا مثلا عم بمشي بالغابة ومعود أكل فطر أحمر مثلا فطر أحمر كي نيح لقلي فجأة بلاقي فطر أزرق وبيكله وبتسمم أهياً لدماغي يقول أوكي أنا لح اتفادى كل الفطر الأزرق تماموت بهال الواضع الستيريو تايبينج شي كتير منيح بخلينا عامل categories وأعرف شو اتفادى وشو إلحى مشكلة أنه تنسيب نستعمل تنميط على بشر بيصير هيدا البيزيك طبع العنصرية طبع الهوموفوبيا طبع كل discriminations الموجودين ومبعد هيدا ومنرجع على نفس الفكرة هي طب تبسيط لما نفوت بالتفاصيل طبع شو بيخلي الشخص يكون شخص وبيمشي كتير مرات الستيريو تايبينج بيمشي مع شي اسمه essentialization يعني تصير بتخلي شخص يصير عامل واحد منه يعني مثلاً أنت تنقول ووجه بحجب عنك كل بيئة القصص اللي بتعاملك أنت بتصير بس أنت ووجه بس يمكن أنت ووجه وما وعف بتحب كنا نتلعب فيفا وأنا بحب لعف فيفا وفينا يمكن نحن نتفق على الفيفا بس ما بقى موجودة ها بتصير أنت بزربك بهوية وحدة وهي دي السياسية كتير بيستعملوها كمان بدون المناصرين طبعهم ينعرفوا بس كمناصرين من شناك بدون يحطوا صور بدون يحطوا علام بدون يحطوا ستيكرز على السيارات بدون يعملوا مسيرات بدون يحطوا صورهم بالشوارع وهذا بتوصلني على ثالث نقطة باركة أكبر نقطة فرق بين هون وأوروبا أنا بشوفها هي أنه ما في صور للزعمة يعني أختي بتذكر أختي يجي تزارتني وقت الانتخابات الفرنسية آخر انتخابات رياسية فرنسية لربح أيمانيوان مكرون كانت خايفة تجي وقالتلي باركة يصير فيه مشاكل بعض الانتخابات ترى شو اجي تاني نهار يعني الأحد للانتخابات ربح أيمانيوان مكرون وما أنه كتير محبوب وما ربح بطريقة كتير منيحة يعني كتير ناس صوتوا له غصب لأنه ما بدوا نتربح مارين لوبان كانوا تانين ما في شي ما في زمامير ما في تطبيل ما في صور ما في أفطاط ما في غنانة ما في هدا يعني اللي ما حدا بيعكلوا ما في حلقة لمرسيل ما في حلقة لمرسيل مع النواب بلا بيعزبوا النواب الجداد بلا بس ما بيكون في المناصرين عم يزقفوا ما في منو ما تشفوا تبول ها أول نقطة تاني نقطة ما في تشبس بالأشخاص يعني مثلا تنقول لنيكولاس ساركوزي كي رئي جمهورية منو بيع رئي جمهورية اختفى عندو مشاكل قانونية يمكن يروحوا بالحبس مشكلته خرجوا شي عاطفي هدا الشي نحنا عنا إياه خاصوا بالتمسك والأشخاص لا هيدا باي ديزاين السياسة بدك تكون معلقة بشخصه لأنه نحنا عنا سياسة عقائدية عائلية بيزنس طيب إذا السياسة هذا هو اللي بدو إياه نحنا كشعب مش كمانا مسؤولين على كيف نتعطى بنرجع على هالنقطة طبعا نحنا كشعب قدي الهامش طبعا الأكسيون طبعنا إذا أنا التلفزيونات عم تقعد نتطبل كل الوقت للزعيم إذا أنا خلعتيك إجزامبل تقعد تبراي تزميل للشعب كمانا للناس لا ما لازم تعمل لازم تلاقي الإكليبر المضبوط مثلا الكتايب متطور منه حزب عقائدة منه حزب عائلة تطلع عن انتخابات الداخلية سامي جميل نزل لحاله ما زل حدا ضده يعني مثلا هيدا شي هالحزب يلي كل الوقت بيقول إنه هني حزب متطور واتسترا صال لون فوق المية وعشرين سنة حزب الكتاب من أقدم الأحزاب في لبنان إذا منه أقدم حزب ببيت جميل لفترة صغيرة راح عن بكرادوني وقيمت لإيامي رفع لي شوية دعوة إنه كأنه تريد مارك إنه أنت أخدت لنا اسم الشركة بدك تردلنا إياها بعدها بنفس العائلة وقدرين يقنعوا الناس إنه لأ هني مش هيك وإنه هني حزب مديرن ديمقراطي طيب نرجع عن نقطة الأشخاص لأنه مهم لألي ما بين عم برق الأشخاص مش مع عم برق الأشخاص بس كمان لازم نتقبل إنه الفرد الفرد بلبنان ما إنه النفو ما إنه الدرجة بالسلم اللي حكيت عننا بالأول يعني هي في عندك سلم شيء اسمه ميكرو ميزو ميكرو الميكرو هو الشخص الميزو هو المجموعة الاجتماعية الصغيرة حوالي والميكرو يديه هو المجتمع أكترية المشاكل اللبنانية ما بتنلعب على النفو الميكرو على الدرجة الميكرو طبعا الفرد لأنه الفرد الهامي اشتبعه إنت ما عندك وقت تتفكر بدك تفكر كيف بدك تتاكل كيف بدك تدفع الطباب كيف بدك تدفع التعليم لأولادك إذا عندك ولاد كيف بدك تحصل معاشك لأنه ما عم يندفع لك لأنه نصف الدولار نصف فرش نصف لبناني ونصف مدري وين يعني قد ما اسمه هيدا كوجنيتف لود الحمل شارج مانتعل الحمل الفكري المواطن اللبناني اللي يزيم يحمله من ورى النظام لأنه لازم دايما نتذكر أنه هيدول منهم مفعول مجهول نسرقنا السرقون الحمل الفكري اللي بيحطوه على ظهر كل مواطن بيحجب عنه الإدراء أنه يفكر بطريقة تانية بينما الحمل الفكري لشخص فرنسا كتير أريح لأنه أنا مثلا نصار لي بفرنسا 17 سنة 18 سنة ولا مرة بعتلهم إذا أنا أنا بي مريض للأسف صار معه مرض كتير آسف توفى مش من زمان مهم بدأ نليقى الدواء بننتر موافقة للأسيرانس بنزل بي عم بيدفع أنا 8000 دولار فرش أسيرانس بالسنة بنزله على المستشفى بدي فوتو عمل له يا رام بدي أنتر موافقة وإذا ما في حدا بالمكتب بدي حطه بي على التخت ناطر تيجي لموافقة من الأسيرانس هيدول كلهم وأنا بيعتبر حالي من مرتاح لأنه بطلع مصاري من برة وبقدر يعني ادفع شو لازم ادفع من زلم يعني معطر وما حاجي موه إنه يا حرام أنا عموت الجوع لأ مش مظبوط هيدا الشي ما فيه حتى اتخيل حدا ما عنده هالقدرة الميلية شو بصير بينما أنا بفرنسا سابقى 17 سنة ولا مرة مفكر للحظة بكي بدأ يدفع طبابة ولا مرة للحظة فكرت بكي بدأ يدفع التعليم بنتي بنتي بعرف من هل العمر سنتين من هل العمر الـ 18 لا حتكلفني سفر المدرسة بلاش يعني فيه كمان شي اسمه cognitive load هالتقل الفكرة وين النظام اللبناني ما بيسمح للفرد يقول بركي أنا لازم صوت لحظة تاني بركي أنا لازم التحي بمجموعة بركي أنا لازم انزل تظاهر بركي لأنه حيالها دقيقة بالطيعة هي خطر موت وبعد ما حكينا على الضغط اليومي اشت الكهرباء اشت الكهرباء كله هيدا cognitive load نقطع الكهرباء عندي زوم يمكن خلصوا الجيجا بايت طار مصريات من حسابي بدنا نستفيد منك يعني نحاول نحلل السياسة والمواطن اللبناني خلينا نبلش من السياسة التقليدي شو بدو و يعب جيابه عن جد ما عم بمزح عن جد اذا بتطلع انه ناس مقرد وتحكي عن المواضيع بتبين كأنه عم بكون فوكاهة فوكاهة اما ساركستيك بس عم بحكي عن جد جد بس لأ سوري بس مسلا انه سياسة التقليدي بس لأ نخد تجربة سكيف تنقول بزحلي انه كنوع مصريات روحهم تحت تحافظ على الزعامة يعني الزعامة تتقدم عنده على جيبته بدك تفكر انه شو عم يطلع له في شي اسمه بنيفيس بتمال بنيفيس سيجندار يعني المعطيات الأولية والمعطيات التانية شو عم يطلع له من هالزعامة هالي عن جد خسير مصاري ما بعرف التفاصيل يعني ما ححكي عن سكيف لان ما بعرف التفاصيل طبعا إذا منطلع على أكتريت النواب أكتريت الناس اللي حملوا الشعر العام أم على القليلة إذا بدأ نحصرهم أنا ما رح نحكي عن 128 وقت إذا منحصرهم على الأشخاص يلي ما يسمى بطولة الحوار الباب الأول الباب الأول شو عمله آخر 30 سنة يغطنوا إذا منطلع يعني عم بحكي أنا بالواقع لأنه في لبنان الخطر هو إنه الحديث كير حلو إذا بترح بتقرم مثلا البرنامج의 انتخابي طبعا طيار وطن الحار بتلاقيه بعقد شتراح بتقرر البرنامج الانتخابي طبعا القوات تلاقيه بعقد تراح بتقرر البرنامج الانتخابي طبعا أمل قام طبعا حزب الله تلاقي سياسيات اجتماعية بتجنن يعني بمحافظة السياسات إذا في بمرنامج الانتخاب ثلاثة ربعا والوقت عندهم على ليل يعني هيكلية مرحي أنا وليد جمب للصر توقف فيه تقول طلع بعض أكتر طلع بعض أكتر طلع بعض أكتر زيادة مثل ما أقول نحنا زيادة الخير خير بس إذا أنا بدي أطلع بالواقع شو الموتار اللي بيخلي يمشي السياسة التقليدي بلبنان إذا منتطلع بالوقائع هو مصلحته الشخصية ولا مرة بعد شفت أنا سياسة بلبنان ومرة جديدة عم عمم ما عاد يجي يلاقيه في هيدا إكسبسيون يمكن إذا منحكي الباب الأول والناس الدغري تحتهم الباب الأول الباب الثاني الباب الثالث ولا مرة بعد شفت سياسة سوري على الكلمين قرط ولا مرة شفت سياسة خسر ولا مرة شفت سياسة دفع حق يلا شي صار معه لأنه هو عم يعمل الشأن العام أكيد صار فيه اغتيالات يجب نحكي عنهم ما فيه ولا شك هيدا الأشخاص دفعوا بالدم بس نسأ بنشيل الاغتيالات اللي نجي كتير مهم ما فينا نشيلهم هيك بس عم نحكي نحنا عن السياسة العامة أكتريتهم الشي الوحيد اللي صار هو أنه نحنا فقرنا وهن يغتنوا طيب التريريين الاثناش واللي سينتخبهم بعدين قديش معرضين يصير فيهم هيك كتير بهذا النهج كتير أنا وأنا أحكي عن سياسيين تقليديين وهيدا مرسي على السؤال لأنه بساعدني وضح فكرة كتير مهمة لألي أنا بعتبر أنه التحقوا بالشأن العام هالسياسيين تقليديين يمكن كان عندهم أحسن نيات يمكن وقت أقرر سمير جعجع أنه هو بده يدافع يمكن كان هو عن جد طالب طب أقرر يتخلى عن دراسته لأنه عن جد هو لأله هيدا شي كتير مهم لأله بس شي محل على الطريق ضاع هال الموتيفيشن الأساسية وتغيري أكيد الأشخاص الاثناش أما العشرين أما الخمسين اللي حيفوته بخطر كمان يتحوروا ويصيروا عم يعملوا مصالحهم منشان هيك السياسي ومنشان هيك نحط النزام الديموكراطية أنه ما يكون مبنى على الشخص منشان هيك بدك هيكليات إنونية قوية إذا بنرجع على الفكرة طبع الفرق بين أوروبا وهون هي أنه بأوروبا الشي بيمشي على الانستيتيوشيون على المؤسسات المؤسسات بيمشوا البلد مش الأفراد نحن في لبنان الأفراد بيمشوا القصص مش المؤسسات نعمل طاولة حوار طاولة حوار شو هي؟ هي شي خارج المؤسسات لأفراد زعماء زعمات سوري شغلة هالزعمات هي تمشي البلد يلي هو يعني أنت بالنهاية عم تحكم على شعب كامل إنه مصيره معلق بأفراد بينما أنت بدك تخلق طريقة إنه مصير شعب كامل يكون معلق بمؤسسات إذا بتطلع شهر بأميركا دونالد ترامب ربيح الشي الوحيد اللي خل أميركا تدل تقريباً وقفة على إجرية هي مؤسساتها لأن دونالد ترامب شفنا كلنا إنه كان عم يجري بيصير مثل بوتين يصير رئيس على مدى الحياة رفض نتيجة الانتخابات ولو كان بيصر له يدل له بالويت هاوس كان يدل له بالبيت الأبيض اللي شي منع هالشي هن المؤسسات منشان هيك تاني نقطة ترجع سؤالك شو عملوا السياسيين بلبنان غير إنه غتنوا وعن جد ما كتا عم بمزح غتنوا وهو شي كتير مهم نحكي عنه إنه المال شي كتير مهم بالموتيفاشن طبع السياسية الليبنانية تاني شي هي تضعيف المؤسسات لأن المؤسسات ضعيفة هن قوي أفراد قوي طب كيف نبني مؤسسات نحكي دايما على ما فينا نبني مؤسسات هل حاليا لأنه هن لقطينهم طبع ما فينا نبني مؤسسات لو أنا 12 نائب من شكل 10% من البرلمان نقول إنه ما عدوا نقدره يقطعوا قوانين من دون ما يشتروا مع غيرهم يجي النقد إنه ما فيك تشتري وتطبيع مع السلطة الحكمية طب الحال اليوم بتغير ما عم يصير من خلال 12 نائب بالبرلمان بلا بتعمل معارضة بتعارض وبتجرب مرة الجاية تعمل نرجع على الثورة الفرنسية أخذت 100 سنة مين نفكر إنه نحنا هنغير ووضع مشلش في الفساد من 40-50 سنة مع أسلحة مع اغتيالات مع ترهيب مع تخوين مع بكبك بالحبس لأنه مش جاي عبيله راسك اتسطرا اتسطرا الشي اللي بدنا نعمله واللي حوله يمكن شوي متشائم بس إنه شغلتي أنا أحكي عنه شو بعري فتب أول شي بدك تشتغل إنه إيه لأقلي إذا كان ناس عن جد معارضة ما لازم يشتغلوا مع السلطة لأنه تشتغل مع السلطة شقة أما بيت عم تروج له ها هو النقطة بقى إذا بواحد من الـ 12 بقري يفوت بالحكومة منه بقى معارضة صار مواليد دي فاكتو يطبق على 128 نايم تاني نقطة هي إنه في ضعف بالسيستام وقتا بتضعف إنت المؤسسات وتأوي الأفراد في ضعف زيت الشي إذا فتت على الحكومة زيت الشي إذا صوت معهم على نفس الرئيس جمهورية أكيد يعني ما فيه طلاقي أبدا ما فيه طلاقي أنت معارضة فيه طلاقي فيه طلاقي مثلا مرات بركب الليجان مثلا فيه ليجان عم تعالي أنت الليجنة تتغير ما بقعف تعمل طريقة للناس عن البيسكليات قانون شراء عام قانون شراء عام فيك تقاطع بس ما بتفوت بالسلطة طبعا نحن نعتبر انتخابات 2022 اللي جيبه بس 10 نائب من أصل 128 هي فترة من هلأ الانتخابات البيئية بنكون نحن عادين ونطرين شو عام يصير مش بس لا 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 بالمرة أنا لقالي التغيير الاجتماعي ما بيصير بالانتخابات الانتخابات هي مثل تشيك بوينت مثل هي تشيك بوينت بالسبب لقالي تشتغل على تبني مجموعات اجتماعية على النطاق اللوكال ونطاق المحلي بتشتغل انتخابات بلدية بتشتغل انتخابات طلبية بتشتغل انتخابات نائبية بتبني هوية جديدة كنت عم تحكي انت شو ليه المجموعات versus الأحزاب الأحزاب عندهم هوية نحن ما عنا بعد هوية بتخلق هوية تخليها تصير هوية مبنية على مبادئ مش على أشخاص يعني عنا هيكلية لقالي لقالي أهم ما قصص فينا نعملهم هني بنعملهم بين الانتخابات الانتخابات لقالي هي مثل بس ميزين حرارة وين صرنا بس ما رح نقدر نعمل شي ما تنسى انو نحن عم نطلب من الناس تتحط حالة بالحبس صحيح ما هيعملوها أو تتقوص أو تتقوص حالة ما هيعملوها بس ارجع على النقطة لانه في بالسلطات المشخصة مثل اللي عنا ياهب لبنان وين ما عندك قوية المؤسسات عندك قوية الأشخاص في ضعف فيهم الضعف فيهم وللأسف شو عمول برك كتير بشع هنه وقتا يتوفه وقتا يموت زعيم مع انو فيه وراتة سياسية دايما الوريد ما عنده الهيل طبعا الأساس يعني مثلا نزبت آرين سامي أمين تيمور وليد تيمور وليد بشير نديم رفيق سعد دايما عم تخسر كل ما انت عم بيموت لانه هالضعف طبعا النظام المشخص انه وقتا يموت الشخص الهيب تبعه الشقفة منه بده تخسر لح ما رح يصير في ترخص شفناها بالشارع السنة وقتا مات رفيق الحرير سعد ما عم يقدر يلقاط من نفس الطريقة رح يصير نفس الشي عند الدروس بسامي شوفها وما كان يعني حتى بالأديان وقت البرسوناج فونداتر الشخص الأساس بيتوفى بيصير في نزاعات من بعضهم بسياسة نفس الشي بكل جميع بتتكون بوقتي كنت عندك نظام سياسي مشخص بها النزاع انت بدك تجرب تستقطب أشخاص ليمك لانه ما تنسى نحنا انا ما بيهمني النايب انا بيهمني المناصرين طبعه انا ما بيهمني الزعيم انا بيهمني الشعب يعني الزعيم اخير همي منشان هيك انا مثلا لقلي انا ضد استضافة زعمة تعطيهم بلاتفورنز زيادة عن شو عندهم استضيف مناصرين انا ما بروح على برنامج سياسي على التلفزيون مثلا ابيعزمي مارسل غاني ما بروح انا ما حروح اعطيه لجيتيميتة اعطيه مصدقية بينما هو شقفة من المشكلة تخلق كنوات الالترنتيف منشان هيك لقلي الشغل الاساسي اللي يجب يصير هو بين الاوقات الانتخابية الاوقات الانتخابية هدفها بس تعمل تخلق حرارة تخلق حرارة وين صرنا بس اكيد هالتناعشر نايب اذا بكرة بلشوا يشتغلوا مع رهيم كنعان حيصيروا اصحاب تصير اصحاب ما بقى فيك تحارب ناس اصحاب معه اذا انا بيعزم نبيه بري على المسلسل طبعي اما بدي يكون كل الوقت كتير عدائي معه اللي ما حقاعمله حيحمل حالو يفعل يا اما هنباليش نتضحك مع بعض حقون انا عمزد له شي اسمه capital sympathy سوري بدنا خلص هذا البارت بس نسأل عن شي بعد بكل القطاعات حتى رجال الاعمال سألتك عن جملات عطيتني على رجال الاعمال كله بتقاعد علمياً لاي السياسي في لبنان لاي تقاعد لانه مافي مافي ويني نرجع هو يعني هو بينه بين حالهم وشي خاصه بأدرينالين خاصه بشغل السياسي واحد يصير يتعاطى ما بيعود فيه فيلم لا المجتمع طبعه عم يقول له مافيك تفيل ما نضيع باليك بيين كل بيك بيتقاعد من انه يكون بيك في محال بيوصل بحياتك بيك بيلك ايه ابني انا مني بقى هلأ بيك لتقاعد لا بيك بيدله بيك لحديد ما يتوفى ونحن السياسيين سياسيين بلبنان صار عندهم صفة مثل الشمان بالمجتمعات اللي نسميه بيدئية شو كان شغلة الشمان بالمجتمع يعني الساحر شغلة الساحر في مجتمعات بيدئية كان الساحر شغلته يكون صريط الوصل بين العالم الواقعي والعالم يلي ما بعد العالم الواقعي مثلا الشتى الشمس الصيد الأكل هيدو القصص كانوا يعتبروا عندهم معتقدات كانوا ما بيعرفوا بعض ليش الشتى والسفر يعتبروا انه فيه شخص بيناتهم هو الوحيد اللي قادر يتحكم بشي أكبر منهم مثل الشتة بقى كان الشمان ما حدا فيه يعمل شغله لأنه هو الوحيد بيادر يتحكم بالشتة نحن بلبنان الزعيم هو مثل الساحر به هالمجموعات بيجي بيقلك في شي أكبر مني ومنك عم بيصير شو يعني في شي أكبر مني ومنك عم بيصير يعني أنت ما فيك عليه بدك حدا ساحر مثل السيد حسن نصر الله الأستاذ نبيه بري الحكيم سامير جعش عالجنرال ميشيل عون وليد بيك شنبلات كلهم عندهم حتى ألقاب ما فيك أنت تيخدهم كيف بده يعني مش حتى هو ما بده يتقاعد الشعبه بيقله إذا تتقاعد شو من عمل بالك يعني أنا بقول سأبكرة أنا بيبري بيجي بيقله لجماعته بدي أتقاعد بيترجو يدل لأنه عنده قدرة بيقولولك مثلا هيدا السورجة لح يقدر يقف راس مع بوتين لح يروح يقدر على المحافل الدولية ويجيب شو بيقدر يجيب حدا مثل سامير جعجع ما أنه نقطة ونقطتين صار عندهم مثل قدرة سحرية automatically أنت خارج المعادلة أنت ما فيك توصل على هالقدرات السحرية يلي ما بعد الواقع يلي أنت فيك وأكيد ما هي تقاعد ليه معقول يتقاعد تقمن لك سمى حاله أنا بيل كل تخيل قده تطفيله ما بعض بيقوله تطفيله تنبؤ المستقبل بنتي بمحل إذا مردت يمكن ما يدري أملها مصل هل وين الأفق كلها مسكرة يا لح تعمل حكيم يا مهندس يا محامة يا لح تعيش ببلد عنصري يا هيدا لا ما بقدر أعمل هالشي عندك شافة كبيرة من الجيل فل يلي بيقدر عندك شافة ما بيقدري فل منه بعده لاحة الزعمة لأنه ها هويض العائلية يعني ما حتشوف حدا أما كتير ليل تلاقي ما بعرف إذا بدأ نعمل شوي بالطميط علي من الضاحية قرر يصير أوجه ما بتصير يعني في الآخر متل شوي متل فرق الفوتبول إنه الناس بتلحق سياسيا المعيطة اللي خلقت فيها ما فيها أنا أجي أطلب من الشخص هو بس أكي الجيل الجديد شوي أكتر من وراء الانترنت السوشال ميديا العالمية الموندياليزازيو أتسترى بس مرة جديدة الفرد ما عنده كتير أهمش عمل لأنه الهيكلية طبع الدولة اللبنانية تمنعه من أنه يقدر يتعامل مع الموضوع إن كان من خلال الإعلام من خلال القوانين مثلا القوانين نحكي عن القوانين القوانين هدفهم بالعلم الإدراكي هو التنبؤية دماغنا بيمشي بطريقة نبؤية أنا لازم يكون فيه أنو أنت أعرف أنه إذا بعمل ألاف بيصير ب إذا مثلا أنا بدي عمي ربيت بدي أجيب الورقة واحد اتنين ثلاثة قدمها على البنك بيطلع لي كارد بروح على الدولة بطلب إذن عمار بيطلع لي بيجيب عمي ربيت أنا إذا بفرنسا هيك بيصير معي إذا أنا عندي شغل بعرف أنه فيه أخد كارد اشتري بيت وبعرف أنه ما هيصير شي في لبنان الأوانين ما بتاع غير إنتن لا حتى تطبق إنتن لا لأنه بناء على كل اللي اللي عم تقول بعد فيه هاجس عند اللبنان خاصة بالحرب الأهلية كيف فيه واحد يبدد هيدا الهاجس يعني كل هيدا بيتراكم كمان إجا تفجير المرفق القصر كل وقت براسنا إذا بدي ردوا لي دي لوين بدي ردون أنه ممكن يصير تفجير بأي ديئة والحرب الأهلية كيف فيه واحد يبدد لهيش سين هوليك بار هلقل بدنا نعمل مجموعات جديد نشتغل برات الانتخابات نحصن لوقت يصير فيه تشتت للزعمات من خلال أكتريت الأوقات الموت طبع الزعيم وبعرف أنه صعب شوي برك يدي نسمع شو عمقول بس عن جد لقل أكتريت الأوقات وعننا عننا حظ أنه كتير من الزعيم الزعيمة معنا صاروخ تيارية تكون جاهز تستكتب أكتر شي فيك من هالأشخاص يلي لح يتشتتو بس غير هيك أنا ما بيشتغل كتير على حلول بصراحة يعني أنه عم جايب بسؤال أخياتا برفض جايب أسئلة حلول لأنه مش شغلت أنا شغلت التشخيص برأيك بس إبرز شو الوضع وبعدين حدا غيري بيشتغل أغير برأيك خطاب 17-20 كان خطاب عم يستقطب ولا كان خطاب عم يستعده عم بيخوف جماهير الكوة السياسية إذا بدأ نكون نواقعية نجيبوا 12 و12 نيب لأول مرة بتاريخ لبنان بيجي نواب من خارج المنظومة يعني على القليل يستقطب بعض الأشخاص هل تستقطب كفاية؟ لا هل تستقطب بأحسن طريقة بيقدر؟ تقريبا يعني مع شو كان موجود أنه ما تنسى كل شي صار كتير بسرعة عم جرب نعمل شي ما بنعرف نعمله ضد سلطة كتير أقوى منها عندها مال أكتر منها عندها إعلام أكتر منها عندها قوانين فيها هي تنصهم متما بدها فيوني يزعبروا بسه نضيق الانتخابات إذا بدهم حتى ونعرف أنه بيعملوها يعني بوجه في مجموعة 17-20 اللي مرة جديدة ملنا مجموعة متجانسة كان في كتير خلفات على حتى مبادئ فلسفية يعني هل منكون في شي اسمه consequentialism يعني هدي مبدأ فلسفية هل أنت لازم تتحالف مع ناس تتوصل أما أنت بقى تكون شي اسمه deontological يعني deontological يعني أنا لأ بدي أعمل المزبوط حتى إذا بخسر ما صار فيه هالنعاشات لأنه كمان شي تاني بيعملوا النظام سهلا عم نشوفه بانتخابات البلدية وحيطك تعفز أحسير الانتخابات أما لأ ما بتغزبك تشتغل أما لأ فيه انتخابات ما فيه انتخابات فيه انتخابات هلأ حيعملوا انتخابات بلدية هم نعرف سواء أنا بدي أقعد أشتغل لأنه كمان الشغل السياسي ونتنتذكر أنه أكتريت الناس بـ 17-20 كانوا متطوعين كانوا ناس عم تجرب تشتغل لأنه مش عملهم يعني وقفوا أعملهم أنا بعرف أكتر يعني مثلا بقى كتير أكتر شو صار وقتها طلعت ريحتكم بالـ 2017 أنه فيه أشخاص كانوا ما هم يشتغل صارون أشهر ما هم يقضوا معاشات بسكر مال لدولة شيلز بالي عن الشارع لازم نذكر بالفيلم اللي وقتها عملت وغيرت الجمهورية عن يعني عماد ومروان متأتهمتهم لأنه هني مثلا أسعد راح ونبشوله بالفيسبوك بوست طبع 40 ألف سنة تلاقوا وونيك نكتة عن شي خاصه بالفصح وصار ضد المسيح وإتسترا هيدول كلهم بيدخلوا بالسلطة يعني نحن بنفكر وتنحكي عن السلطة أنه بس هني الزعمة بس لا هني الزعمة والتليفزيونات والقدرات المالية تسترا تسترا وتأسعد زبيان عمين ظل يتظاهر تينشال الزبالة من الوطن وناس بتروح بتتنبش ساعات وساعات وساعات تتلاقي بوست على فيسبوك يعملوها أنه لأ هو ضد المسيح عرفت أنه منه شي يعني نحن ملنا بنزام منا عم نلعب لعبة عادلة عادلة منا عادلة اللعبة ولازم نتقبل أنه منا عادلة اللعبة بقى لازم نكون بس هي اللعبة هتحصل هتصير عادلة لأنه منكرم الفريق الثاني أو هتصير عادلة نحن نشغل أكيد بدك تفرض منشان هيك مثلا فكرة تشاربين نحاس طبع فرض معايير القوة منا يعني عندها عندها وجهة نظر مشكلة طبع الاقتراح طبعه هو أنه هو كمان شوي بلا لالاند أنه إيه لح نفرض مقاييس القوة ولح نفرض انتقال السلطة السلمية أنه ليه معقول يسلموك السلطة ويقول لك رح أقرأ البرنامج سلطة قري مئة مرة إذا فيه أصدقاء من مواطنون مواطنات حميس معونة ولأ قريت البرنامج طبعكم بس ولأ أنه واضح أنه كيف بدكم تفرضوا انتقال السلطة السلمية بس شو بدك تعمل بدك تجرب أول شي تحافظ على النسيج الاجتماعي أنه أهم شي بالوعد أنه فيه أقل شي ناس تموت كل ناس عم تقدر تأكل عم تقدر تتطبب عم تقدر تتعلم نكون لها بعض وهذا أكتريت الأوقات اللي بنشوفه يعني عندي صديق باحث اسمه جيوم دوزيكاش فرنسي بيشتغل على شو بيصير ويصير كوارث طبيعية زلزال بركان والناس بتفكر اللي وقتا يصير فيه شح بالموارد الغذائية الناس بتشير مثل حيوانات بيكلوا بعض بين وقتا نطلع أكتر شي بيصير فيه بيصير فيه تعاون الناس بتضب على بعضها وشفناه وقتا كورونا شفناه وقتا الانهيار صارت الناس عم تساعد بعضها بدك شوية مع كورواني بعطيك بدك هيدا بعطيك صار فيه تنظيم لأنه ما في دولة يعني كله واحد جبر يدبر حال صار فيه انفجار نووي تاني نهار ترى تشوفين عم ينضف السكان عم ينضفه الدولة ما عملت شي البير وقت الانتخابات صار فيه كتير معادات لشرب النحاس برأيك اليوم لازم يرجعوا يعني صار شربل أسوأ من حركة أمل من العونية اليوم لازم يرجعوا ينفتحوا عليه أو بدك شوه هالشي زهوب ده ينفتح عليهم أنا بعرف شربل شوي شو زهوب بده صار فيه عداء لأنه عنده كان اقتراح و مرة تانية ما بيأسر زي منوافق أما لا بس إيه صار إنه مربحنا نواب لأنه شرب النحاس قرار ينزل لحاله إذا إذا إنت جاي تدافع عن ديمقراطية لازم تنبسط إنه فيه تعددية ما فيك تش يعني نحن معودين على نلعب الانتخابات كشي استراتيجي كيف ده إرباح إذا إنت بوضوح معي يرجع أنا معي يكون فيه تمثيل اللي حيال لقى الشخص لقلي إذا أنا أنا كزانة تخيل أكثر المشاهدين عارفين أنا كناشط ضد السلطة يعني أنا مية بالمية بنتسب لكلهم يعني كلهم أنا لقلي حيال لحدا حاليا بوضع الأزمة إنه نحن فيه ضد السلطة بطريقة واضحة أهلا وسهلا فيه لقلي الخط التميس طبعي أنا كشخص هو السلطة التحالفات ما حيال لحدا كان بحكومة حيال لحدا آخر 30 سنة أنا هيدا شي لقلي مش مقبول لأنه تخون حالك تتربح مقعد مرة جديدة أنا لقلي التغيير ما بيصير بالانتخابات تغيير بيصير بين الانتخابات بتوصل على هوية جديدة ولقلي لازم نعمل حزب أكيد لازم يكون فيه حزب واضح عنده مبادئه يمكن عدة حزب حزب رأسمالي حزب ما تنسى أنه عندك بهالمجموعات واحد بيكون رأسمالي واحد ضد الرأسمال واحد بيكون بده يخصص الصحة في لبنان وواحد بده يفعل الصندوق الاجتماعي للصحة المنحة أنه كله بيرجع بيصير بعدين رأسمالي بيبلش بعرف أنا بعدنا عم حار قالولي وعدا تكبر لح ترجع لصير رأسمالي بعدنا هيدا ما كبرت ألبري ده أخير سؤال كيف ينا اليوم ندعم التغيير من خلال نويب من خلال ناشتين من خلال قواعد شعبية من خلال وسائل الأعليم من خلال ميل لقلي ومنه انتقاد للبودكاست تبعكم وسلقلي ما نعطي منصات زيادة لزعمة إذا بتكن تخلقوا حوار متعدد أعزموا مناصرين أنا مني مجبور اشتغل مع الزعمة السياسية في لبنان بس مجبور اشتغل مع المناصرين تبعهم لأننا نحن شعب واحد تعطوا أكتر مش أنتوا يعني نعطي أكتر فيزيبيديتي كيف يقولوا فيزيبيديتي أظهار ظهور للأعضاء وللمجموعات المختلفة بلا ما يكونوا بإطار تسخيفة أم تحريدة أم تخوينة مثل الإطار الإعلامي اللبناني بالقالة مثلا ما لازم حدا يطلع على برنامج مرسل غاني ما لازم حدا يطلع ما لازم حدا لأنه بيروحوا لأونيك بس طين نصفه لأنه هو الرئيس باللعبة طبعا وعايزين يكون فيه إبراز لهالأفكار ولازم نشتغل بين بعض على نشوف هل لحن نعمل مجموعة مجموعتين ثلاث مجموعات أربع مجموعات على رؤية سياسية منا موحدة بالأشخاص يعني ما بيهمني أنا الشخص إذا بنرجع بناخد إبراهيم لأنه حكيت عنه بالمنيح إبراهيم منايم لأنه ما بيهمني أي آراء هو عم يزعم يمثل اللي هي موجودة بالشارع نرجع على هالنقطة طبع الزعيم شغلته يمثل آراء مش هو بيعمل آراء ونحنا بنلحقه الفلاش بالقلب نحنا حاليا الفلاش بتجي من الزعيم بيقول شو لازم نفكر والقاعدة بتلحق الديمقراطية شغلتها يكون فيه أفكار بالقاعدة وبتصوت لشخص بمثل هالأفكار هيدا الشي منه ماشي حاليا مثل ما بنشوف مثلا قطعوا في حزاب قطعوا بتحالف رباعي بعدين صاروا الشيطان كلهم صوتوا للرياض سلامة أكتر ييتهم المصوتين لأنه بيهبر يا ما بيصوتوا يعني هون ما بتصوت له أنا شو عم تعميني أنا عن تصوت له وقت ما تصوت له نحاكم على الأفعال ما بقى نحكي عن النيات ما بقى نخليون يضيعوننا وقتنا كل الوقت بتحضر تسليفيزيون نحكي كل الوقت عن نفس الشي كل الوقت نحكي عن سلاح حزب الله وعن ناطرين الإيرانية شو رح يقولوا صعودية شو رح يقولوا بينما عنا هامش عمل كتير أكبر للطرقات طبعنا للماي للسياحة لكل هالمواضيع نبرز مواضيع تانين لأن هيدوليك المواضيع هن بيتحكموا فيهم ما رح نربحهم ما رح نربحهم ما رح نربحهم ما رح نقدر نحن هلأ نلاقي حل السلاح حزب الله بس هيك تعمل سياحة اليوم إذا ما في عندك قواعد الأمين نحكي الرؤية طبعنا ده السياحة بتخيل كما تلتقي بحدا ويعرف حكي حكيين بيكون في استشارة فأنا بدي خلص باستشارة طبية ليش عقلك بيقدر يتذكر قصة إنه 11 11 مليون ثانية إنه كم نهار هي هيك هي هيك الحزورة 11 مليون ثانية 11 نهار مليار ثانية 33 سنة تمام ليش أنت عقلك وراسك بيقدر هيدا شي يحفظه بسرعة هائلة أنا عقلي وراسي مستحيل يقدر يحفظه وكيف يوحد يتقرب حاله حتى يصير هك أول شي لك تقرز هيدا شي معلومة مهمة لقلك أنا لقلي حفظتها لأنه هيدا بنشق في منشغلي وبليا مهطومة وبرابلي فيه احتمالات كتير عالية إنه أنت في قصص فيك تحفظهم كتير بسرعة وعنا لأ إذا منتقبل هيدا مشكلة عنا إياها باللبنان عم نحمل هلأ استشارة ما بعض نحكي عن سياسي عنا إياها مشكلة باللبنان وعنا إياها كمان بأوروبا وكل كوكب الأرض عند الأهل وين بدنا كلنا ولادنا يكونوا عبقرة وبدنا كلنا نكون عبقرة بينما مننسى إنه المعدل أفريج هو وين كنا إذا منتقبل إنه أنا دماغي ودماغك ودماغك وبرابلي نحنا كلنا هون عنا أدمغة معتدلة وهيدا شي منيح نحنا كلنا بالموين بايدفنشني وين موجودين كل الناس بقى يمكن أنت في كتير قصص بتحفظهم أكتر مني وشي أنت بتحفظهم أنا بتحفظهم منشان هيك نحنا حيوانات اجتماعية والهدف أنه نكون نتعاون أنت أنا قدير غطي على الأساس لأنت ما فيك تحفظهم وإنت تقدير تغطي على الأساس لأنا ما فينا أحفظهم مش نكلنا نجرب نعمل كل شي شكرا شكرا على هذه الكلمات شكرا لألكون